اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طرح موضوع مهم أصبح يتفاقم يوما بعيد بعد اليوم في المدينة المنتانوز الحبيبة التي عهدناها هادئة وآمنة على وهو تسيب بعض القاصرين الطائشين على متل الدراجات النارية الصينية المهلثلة ومتسبب للعديد من المشاكل وخصوصا أمام التناويات والإعداد ياز وعلى طول الشوالع الرئيسة للمدينة المنتانوز وعلى الخصوص شارع الحسن الثاني الرئيسي وشارع مراكش الأمر أنهم ينحذرون بالأمر والعليف الأمر أنهم ينحذرون من دواوير وجماعات بعيدة شيئا ما عن المدينة الحبيبة كأرطال به أرطال بوشتة جديدة وحسين وإدويران وأسلاتو بمباركة بعض التلاميذ المنتمنة لإيمين تانوس والذين فشلوا في حياتهم تلاسية عنوان هذه الحلقة أو عنوان حلقة هذا الأسبوع تحت عنوان لنقيس لكنا هبالله عليكم كيف أنتم تنامون والزقاق تمر عبرها هذه الدرجات النارية بدرجيش غير مقبول وغير ومرفوض بذاتا في ساعات متأخرة من الليل ذهابا وإيابا من تاسعة ليلا إلى التانية عشرة ليلا وعند خروج التلاميذ الأبرار من التانويات والإعداجيات خصوصا على الساعة الواحدة كما هو شأن بتانويات إبل هيتم حيث أدرسه هناك وسابعة ليلا حيث هناك الزحام غير غير مقبول أبام التانوية وهذا إلا طيش يعبر عن طيش بعض الشباب متهويرين لجنا لا يعرفون عواقب هذه السلوكاز المرفوضة بتاتا ونحن كمجتمع مدني وكآباء وكأساتذة ندين بشدة هذه الأعمال فمرجو مننا كمجتمع مدني توعية هؤلاء الشباب فعيوض أن يعاقلون السير ويتحرشون بالفتيات وكذلك التعاطي أحيان إلى المخدلات على الأقل السجائر نمت لهم وننصحهم ونثمنى أن يتجئون إلى ما هو أحسن من دور الشباب من الملعب للقرب والحمد لله أن لدينا ملعبين للقرب واحد بالمجان افتتح مؤخرا قرب الممر المؤدي إلى حي البلوك عبر القنطلة الجديدة والآخر بمحادث تجدأت النهج وهو خاص وبأتمنى جد مناسبة وكذلك هناك فضاءات هناك حذاق هناك مقاهي هناك متسع من ترجمة نانسي قنقر